أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية أول مراورات على صعيد الشرطة العسكرية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية تمثلت أساساً في مشاركة سبارتان هذه القوات الخاصة الأمريكية والمعلوم أنها قوات تاكتيكية أمريكية بالأساس وتسعى إلى محاولة مواجهة ما سمي بالتحديات المتقدمة خصوصاً على صعيد الاستعلمات وغيرها بالنسبة لإيران وأيضاً على صعيد الجيوش نجدها في مجلس التعاون الخليجي ونجدها أساساً في مصر مثلاً مع برايس السعر في هذه المناورات وفي الأردن إذن عندما تتحول قاعدة السيلية القطرية إلى قاعدة لحماية كأس العالم انطلاقاً من الشرطة العسكرية وليس من الشرطة العادية وتأهيل الشرطة العسكرية لقيادة هذا الوضع فإن الأمريكيين يضعون يدهم على أمن كأس العالم بشكل كامل السؤال المطروح الآن هل هناك رغبة في محاولة تمييز العمليات ما بين سينتقام القيادة المركزية من جهة وما بين عمليات سبارتان بهذه المناورات الحالية لأول مناسبة تجمع الشرطة العسكرية القطرية بنظيرتها الأمريكية المشكلة هو أن الأمر لا يتعلق فقط بمثل هذا الوضع الذي يجعل من الشرطة العسكرية لها خصوصية لأن الشرطة العسكرية اليوم بالقوات الخاصة أو بتمرينات القوات الخاصة تجعل الشرطة العسكرية عسكرية قبل أن تكون شرطة لكن في واقع الحال فهذا تأسيس لأول مرة للقوات الخاصة لنظير سبارتان في قطر إن لم نقل إنها نسخة سبارتان القطرية وهكذا فإن الوضع الذي يجعلنا بشكل واضح أمام خارطة الأمن الجديدة لحماية كأس العالم ستذهب بعيدا باتجاه أولا أن يكون المصار على مستويين المصار الأول هو القوات التكتيكية القوات التكتيكية هي الشرطة العسكرية لقطر وبالتالي فإن نفس تكتيكات سبارتان هذه القوات التكتيكية الخاصة هي نفس الشرطة العسكرية لذلك فالشرطة العسكرية القطرية ليست أكثر من قوات خاصة تكتيكية إذن هذا على المستوى الأول المستوى الثاني أن الشرطة العسكرية مستقبلا سيكون لها الدور الفعال أمام إنجاز كأس العالم بعيدا عن الجيش الأميري وهذا سيكون له أكثر من أنعكاس لسبب رئيس لأن الجيش الأميري اليوم متميز عن كأس العالم وهذه خطوة استثنائية يعني لا يستغل اليوم الجيش القطري والجيش الأميري من أجل حماية كأس العالم هناك شرطة عسكرية هي التي ستتحمل هذه المسؤولية ولديها نفس تاكتكات الجيش إذلك فالأمر هنا سيصبح في واقع الأمر جيشان وليس جيشا واحدا لأن شرطة عسكرية بالتاكتكات سبارتان الذي هو أيضا يدرب الجيش الأميري وباقي جيوش المنطقة بما فيها الجيش المصري فهذا المقصود منه تماما أن في لحظة ما ستكون الشرطة العسكرية في قطر تساوي الجيش إن لم تتفوق عليه أمام الأداء القادم كأس العالم وهذا يحمل بكل تأكيد نوعا من المراهنة على أن قطر ستصبح بجيشين مستقبلا قد يراه البعض أن هذا شيء إيجابي للغاية يعني أن قضية قطر ستتحول بالشرطة العسكرية إلى حرص وطني سيتبع الأمير في نفس الوقت الذي سيصهر الجيش الأميري على مستويات أخرى من حماية الحدود وغيرها وهذا تمييز للعمليات التي يمكن أن يحتاج فيها الأمير الشرطة بمهام عسكرية سنجد الشرطة العسكرية يعني بين قوسين حرص وطني يتأسس في قطر مهام الحرص الوطني قد يكون لهذا نظر في أن العملية كلها الأمنية متداخلة أما بالنسبة للشرطة الثانية فهناك إمكانية أن يضع الجيش الأميري أمام الشرطة العسكرية مواقع لخلق جيشين في إمارة صغيرة مثل قطر وهكذا فإن تحديات كأس العالم ليس لاختراق أمريكا فقط والتي لن تصبح فيها قطر كالسالف بعد كأس العالم وإنما أيضا هنا تغير بنيوي من خلال هذه المسمات بنية أمنية أو بنية عسكرية على العموم بنية تأمين شامل للنظام القطري وفي هذه النقطة على وجه التحديد فإن قطر مؤهلة أن تكون بجيشين وليس بجيش واحد في المستقبل القريب التطور الآخر والشديد الأهمية أن الأمير التميم لا يتخوف من مثل هذا السيناريو لسبب بسيط لأن الأمر بالنسبة إليه نوع من التحديث الذي قد يطع على العموم في قطر ويجب أن يتواصل هذا الوضع باتجاه قوات خاصة يعني أن من داخل الجيش الأمري ستتحول الشرطة العسكرية إلى قوات خاصة قطرية وفي هذه الحالة قد يتجاوز الأمير أي وضع مماثل أمام خلق وخاصة من داخل الجيش هنا يطرح السؤال هل أدت الشرطة العسكرية من الشرطة؟ أم أن الأمر لا يتعلق إلا بإلحاق الشرطة بالجيش الأميري؟ وفي هاتين المسألتين يظهر أن قطر اليوم ستصبح بهياك الأمنية متعددة ومتنافسة وفي كل الأحوال ولو كان الأمر على القوات الخاصة فإن مثل هذه البنية ستغير بشكل كامل من الهرمية العسكرية عموان لهذا فإن التقدير الذي يجب الأخذ به أن أمريكا بتعدد البنيات وتعدد بنيات التدخل في الشأن القطري سيكون له ما بعده بكل تأكيد ليس فقط أمام مفارقة الجيشين في قطر ولا أيضا بالنسبة للقوات الخاصة وإنما للشريك الأمريكي الذي يريد أن يضمن كمنظم أمنيا لكأس العالم وسيزيد الأمر عندما سيكون له أكثر من منفذ على هرمية أمنية كانت مخلقة وستصبح الآن أكثر انفتاحا لكن بطرق مختلفة أكثر انفتاحا قد تعني ببساطة أن أكثر اختراقا وهذا الذي سيكشف عنه الوضع القادم أما بالنسبة لسبارتان في السيلية فسيكون الوضع هنا شديد الخصوصية أيضا مقارنة بين سينتكام وما بين هذه الفرقة التكتيكية الخاصة أو القوات الخاصة الأمريكية وبالمجمل فإن العمل على القوات الخاصة مع أمريكا سيكون له مردود مختلف عن سلف لأن سبارتان عموما يعرفها الخليجيون ولكن الجزء الذي لا يدركه الجميع أن أكبر فرقة خاصة تكتيكية للاختراق الإلكتروني يعني أن في الحرب الإلكترونية من أكبر الفرق والقوات الخاصة الأمريكية التي أخذت أبعاد كثيرة في 2019 كمثال كانت هناك شحنة من سيارات مدرعات فوجدنا أمرا استثنائيا في وصول هذه المدرعات المقاومة للرصاص باتجاه سبارتان فما الذي حدث؟ أن تفكيك كل المنظومة وإعادتها حدث ثانيا أن كل الضغطة غيرت في هذه القوات الخاصة معنى ذلك ببساطة شديدة أن سبارتان وأمام القوات الأخرى لديها خصوصية استثنائية في مجال الاختراق الإلكتروني والحرب الإلكترونية وإن تمكنت سبارتان من إدارة كأس العالم فإن مسألة أولا الأمن الإلكتروني وأهم من كل هذا العمل مع الشرطة القطرية في هذا الخضم سيجعل كل قطر في لحظة واحدة تحت السقف الإلكتروني لسبارتان وبالتالي لأمريكا وهكذا فإن الاستقلالية بعدها استقلالية الإلكترونية إن صح التعبير أو استقلالية الحرب الإلكترونية لن تكون لقطر في المستقبل وهذا الذي يضع إشكالا كبيرا أمام مثل هذا التدخل الشديد الأمريكي في قطر خصوصا أمام مخططات السيلية وأمام التدريب الثاني على وجه التحديد الذي حدث في هذه المناورات لمن يريد التدقيق فإن الأمر يستعصي حقيقة على أغلب الأجهزة العربية في مثل هذه المناورات التي جرت لكن في واقع الحال فإن سبارتان الآن وأمام الحرب الإلكترونية الموجهة ضد إيران على وجه التحديد والتي الآن ستكون بنياتها انطلاقا من قطر لأن حادثة الانفتاع قد يكون حادثة اختراقا في الآن فإن التقديرات القادمة سيكون لها ما بعدها بكل تأكيد خصوصا أمام تعدد بنيات الأمن الأميري مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر